سيادة الأمين عام للأمم المتحدة المحترم أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد أن أحييكم باسم جمهورة عراق وتقدم بالشكر إلى سيادة الأمين عام لإقامة هذا الحدث البالغ الأهمية وتقدم بالشكر إلى أصحاب الفخامة والمعالي وأساء وفود الدول المشاركة لمناقشتم أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي إنه لشرف كبير لي أن أمثل بلد العراق مهد الحضارات حيث أولى الكتابات والقوانين لتنظيم حياة الناس الشيادة العراق في القرن الماضي نهضة تعليمية رائدة في المنطقة وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤساته العلمية وانخفضت الأممية إلى أدنى مستوياتها ولكن بعد حربين مدمرتين وعقوبات اقتصادية أعقبتها حرب أخرى وتغيير النظام الشمولي وما صاحب ذلك من إزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تدهور التعليم في العراق بنحو كبير وقد حرص العراق في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد إذ نظم الدستور العراقي الجديد السياسة التعليمية والتربوية العامة وأكد على حق الفرد في التعليم والزاميته في مراحل ابتدائية ومجانته في جميع المراحل السيد الرئيس اتخذ حكومة عراق تدابير عاجلة ونوعية في ضد تأثيرات جاحد كورونا السعينة لا دعم أدوات التعليم الذاتي والتعليم عن بعد عبر منصات ألكترونية للتحول من رقمنا متكاملة تشمل المناهج التعليمية وكذلك جدد حكومة عراق التزامها بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي سنة عشرين ثلاثين وهمها زادت معدل الاتحاق بالمدارس ليصل إلى نسبة 100% والارتقاء بجولة التعليم العام والعالي وتعزيز المهارات وفق مطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية وقد سعينا لضمان نموذج تومي لمستدام لقطاع التربية والتعليم وزادت حصة قطاع التعليم من نفقات الحكومية لتصل إلى نسبة 4 فارزة 5% من ناتج المحلي الإجمالي وزيادة استثمار حكومة في التعليم من 7% العام الحالي إلى 10% للعام عشرين وحثلاثين واستحداث منذ خاص في الموازنة العامة للدولة لتمويل مشاريع بناء برامج تطوير وتهيير مشاريع تحويل التعليم السيد الرئيس نجتمع اليوم سعيا إلى تحقيق الهدف الرابع من التنمية المستدامة التعليم الجيد الذي أكدتم عليه في رؤيتكم الشاملة المعنونة أجندتنا المشتركة واعتمدت حكومتنا برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى تقصير فجوات بين المتعلمين من حيث الجنس وذوي الاحتياجات الخاصة والنزوح والفقر بحلول عام 2030 نوم بضورة استثمار في مجال التعليم وعليه شرعنا بحملة بناء مئات المدارس في مختلف محافظات العراق فضلاً عن تسهيل مهام البناء الجامعات والكليات وفي الختام يدعو عراق المجتمع الدولي لدعم رؤيته الخاصة في شهر برنامج تحويل التعليم في المجالات التقنية وتدريب الملاكات والتحول الرقمي وتهيير من التحتية ونسأل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات تطوير التعليم وشكراً جزيلاً